أولاً من البداية من البداية المرأة الله أعطاها قيمتها نعم الحقيقة اللي بيدور يقول نعطي المرأة قيمتها سواء المجتمع المتحضر أو غير المتحضر لم يصل الإنسان إلى الآن أن يعطي المرأة القيمة التي خلقها عليها الله لأن الله خلق المرأة معين نظير الرجل وعلى صورة الله بالزبط نعم للإنسان الإنسان رجل وإمرأة على صورتنا كشبهنا فهنا أنا بشوف أن العالم المتحضر يحاول أن يصل إلى القيمة الأساسية التي خلق الله عليها المرأة فهذه القيمة أعطاها الله وبعد كده كل فعل بشري سواء تدين بشري أو شيطاني سواء اجتماعي أحط من قيمة المرأة لكن الله هو الذي أعطى للمرأة القيمة من الأصل عشان كده آدم نفسه رأى أنه يحتاج إلى المرأة عشان كده لما الله جاب له الحيوانات عشان يسميها أما فلقى لكل حد معين أما لنفسه فلم يجد معين النظيره عشان كده الله صنع المرأة وأبدع في صنعها فجعلها معينا نظير الرجل نظير يعني لا تقل عنه في شيء ساوي الحاجة اللي بعد كده قيمة المرأة أيضا حتى في عملية الخلاص أن الله عندما وعد بالخلاص وعد أنه يأتي من نسل المرأة نسل المرأة يصحق رأس الحية لكن بمناسبة التسعيرات البشرية ولا بس عشان كم من نسل المرأة اللي تمت في الرب يسوع المسيح بالضبط أنا بشكرك الله اختار مريم العذراء أنا بشكرك عشان دايما بتوضح ودي حاجة رائعة يعني أنا بستمتع دايما مع الجسس نظار فعلا النسل المرأة هو المسيح الذي جاء ليخلص العالم لكن كمان هجر من العهد القديم ومن سفر الأمثال والأصحاح 31 وبتكلم عن المرأة إزاي امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللي آلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين ده في العهد القديم حالج السيس النهار ده بندور هل المرأة تعمل ولا لا تسوق عربية ولا ما تسوقش عربية وكل الكلام ده في المجتمع اللي أحط من قيمة المرأة لكن الله أعطى للمرأة قيمتها طبعا يطول الحديث عن سفر الأمثال أصحاح 31 لكن الفكرة هنا جسيس النهار أنه بنشوف أن الله أعطى للمرأة القيمة حاجة تانية جسيس النهار لما يتكلم عن المرأة ويتكلم عن الزواج والعلاقة الزوجية حتى في العهد القديم وانت حضرتك ذكرت حاجة في سفر في رسالة أفاسوس أصحاح 5 لكن في العهد القديم بيقول البيت والثروة مراث هنا المراث والممتعات والممتلكات لهم البيت والثروة أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب وعشان كده أنا بشكر ربنا لأني مسيحي لأن الله لما علمني أن أنا أختار شريك حياتي أختار زوجة متعقلة لا ينقصها العقل ولا ينقصها الدين لأن من ينقصه العقل والدين مش مخلوقات الله سوري مش الإنسان لكن ممكن يكون حيوان فطبعا هنا الله ما عايش عايزني أتجوز حيوان الله عايزني أتجوز إنسان فعشان كده كمان متعقل حضرتك اشتست في مراحل رائعة لو وجفنا عند كل واحدة منها زي نزيفة الدم وزي السامرية ونزيفة الدم بتعلن إزاي أن كل الناس نبزوا هذه المرأة لكنها وثقت أنها ولو نجست العالم كله عندما تلمس هد بيسوع تتطهر وتشفى أيضا وكان إيمانها قد شافها المرأة المنبوزة السامرية اللي سفر لها الساعات العديدة جسيس نزار كل الناس ينظروا إلى هذه المرأة أنها امرأة سيئة السمعة اللي يقترب منها يتنجس جاء المسيح ورغم رفضها للحوار يعني لما جاء المسيح قال لها اعطيني لأشرب جاءت له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية فالمسيح ما جفلش الحوار ما جالش خلاص هي مش عايزة فتح باب الحوار ثاني وابتدى يقود المرأة والمرأة ترى في المسيح شيء مختلف عن باقي الرجال ترى بداية أنه أعظم من يعقوب تؤكد أنه نبي والمسيح لما يدور على الحاجة الإيجابية اللي في حياتها يقولها حسنا قلت ليس لزوجا وهذه المرأة عندما أدركت أنه هو المسيح المسيح الذي يأتي إلى العالم الذي يأتي ليخلص العالم تركت كل شيء وبعد أن كانت منبوزة بتروح البير في الوقت اللي ما فيوش ناس تركت جرتها ونازلت إلى المدينة أخبرت كل المدينة تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت هذه المرأة تكريم لها جاء المسيح من نسلها من خلال القديسة مريم هذه المرأة كانت في العهد القديم قاضية ونبية زي دابورة كانت نبية زي مريم أخت هارون مش مريم أم المسيح أخت هارون مريم أم المسيح مش أخت هارون على فكرة مريم أم المسيح مختلفة تاني عن أخت هارون مريم أخت هارون كانت نبية وغنت ترنيمة الانتصار في 1500 سنة فرق الزمن في حاجات كتيرة حرج السيس في الكتاب المقدس بيورينا قيمة ومكانة المرأة الحاجة اللي بعد كده اللي أنا عايز أركز عليها برضو في العلاقة الزوجية أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة المسيح أحب الكنيسة إزاي أحب الكنيسة والكنيسة لم تكن تستحق الحب لأن الكنيسة هو إحنا الخطاط لكن المسيح جاء وبزل نفسه من أجلنا فأنا مش بحب المرأة لا لجمالها ولا لمالها ولا لأصلها اللي هو الناس بتفكر في كده أنا بحب المرأة لأنها خلقت على صورة الله ولإني الله وراني أن دي معين نظيري ونشوف كده مختلف تماما عن الفكر أن الرجال قوامون على النساء وأنها تأخذ نص المراس وأنها تعمل وكل الكلام ده أحب الكنيسة بنشوف الفرق بين تعاليم الله الحقيقي القدوس وبين الأنانية الشيطانية التي تحط من قيمة مخلوق خلقه الله على صورته وهو المرأة المرأة في المسيحية لا تقبل في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان لا هي إلها مكاني إلها قيمي إلها امتيازات وطبعا يعني واضح الكتاب المقدس في هذا الموضوع